نحن الآن في قمة جبل هان الاستراتيجي غرب مدينة تعز والذي تسيطر عليه المقامة والجيش الوطني بشكل كامل وتسيطر أيضا على محيطه تستميت ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح في إعادة السيطرة على هذا الجبل وإعادة الحصار على مدينة تعز لكن جميع محاولتها باءت بالفشل لا تزال جتف ميليشيا الحوثي وصالح هنا لم يستطع أحدا انتشالها هذه كما تظهر الصورة من بعيد جتف ميليشيا الحوثي وصالح مرمية على أسفل هذا الجبل جبل هان الاستراتيجي هناك حجد وتعزيزات كبيرة تصل لميليشيا الحوثي وصالح بهدف استعادة السيطرة على جبل هان لكن كما قلنا محاولتها تواجه صمودا ودفاعا من قبل المقامة والجيش الوطني جتف ميليشيا الحوثي وصالح مرمية على أسفل الجبل لفشل محاولات التسلل القصف والقصف أيضا قصف عنيف يتعرض له هذا الجبل بهدف إعادة السيطرة عليه من قبل هذه الميليشيات فقبل حوالي أسبوع من الآن استطاع الجيش الوطني والمقامة الشعبية فك الحصار جزئيا من الجهة الغربية واستعادة هذا الجبل وبالتالي تأمين خط الضباب تكمن أهمية جبل هان الاستراتيجي في كونه يطل على أهم المواقع العسكرية في مدينة تعز هؤلاء الذين يظهرون في الصورة هم عناصر من المقاومة والجيش الوطني يظهر وهم مسيطرين على جميع مداخل الجبل وعلى قمم هذا الجبل من بدايته وحتى جميع أطراف الجبل تحت سيطرة المقاومة والجيش الوطني يقمن أهمية جبل هان الاستراتيجي كونه كما يظهر في الصورة يطل على جميع هذه المواقع هذا معسكر اللواء الخامس والثلاثين الذي تسيطر عليه المقاومة والجيش الوطني جبل هان كان يطل على هذا عندما كانت تحت سيطرة الميليشيات كانت تقصف معسكر اللواء الخامس والثلاثين بشكل مستمر حتى أن الحركة كانت صعبة داخل هذا المعسكر أيضا يطل على منطقة بئر باشا هذه التي تظهر في الصورة منطقة بئر باشا وأيضا موقع نادي السقر هذه المواقع يطل عليها جبل هان أيضا خط الضباب والسجن المركزي الذي يظهر في الصورة الآن هو خط الضباب والذي تم فك الحصار عبره وتم ربط مدينة تعز وفتحها باتجاه محافظتي تعز ولحج هذا هو الخط وهذه هي نقطة الهنجر كان المعيق الوحيد هو هذا الجبل كان يعيق فك الحصار عن المدينة كونه كما نرى كانت القناصة التابعة لمليشيا الحوثي وصالح تقوم بقنص أي سيارة تمر من هنا أو أي مواطن يتحرك أو حتى عناصر من الجيش الوطني المقام لم يستطيعون التحرك كانت هو المحيط هذا الطريق يقصف بشكل مستمر من هذا الجبل أيضا حدائق الصالح تلك الحدائق يطل عليها هذا الجبل العديد من المناطق مزارع الضباب حدائق الصالح جبل أسود عدد جميع التلال يسيطر أو يهيمن عليها جبل هان الاستراتيجي بمجرد ما سيطرت المقامة والجيش الوطني على هذا الجبل أصبحت كل المواقع سواء التي تحت سيطرة المقامة أو التي تحت سيطرة الميليشيات كلها أصبحت تحت هيمنة المقامة الشعبية والجيش الوطني لكنها تحتاج سلاح ثقيل المقامة الشعبية والجيش الوطني يحتاجون سلاح ثقيل للتقدم والسيطرة على الخط الرئيسي منطقة الربيعي أيضا قد يستطيعون التقدم حتى باتجاه ميناء المخاة وحتى خط الحديدة زديد وحيث لكنهم يفتكرون إلى السلاح الثقيل رغم أن الطريق أصبح مفتوحا الطريق أصبح مفتوحا كما قلنا لكن لم تصل معونات غذائية ولا حتى معدات عسكرية حتى لا للمقامة الشعبية أخذ هنا أحد القيادات المقامة الشعبية المتمركزين في هذا الجبل يصف لنا الأحداث التي جرت في هذا الجبل السلام عليكم محمد عبدالله الكريم محمد عبدالله الكريم محمد عبدالله الكريم نعم والله كان قبل هان مسيطر وقاطع خط الضباب خط تعز خط المدينة محاصر المدينة أهان ومدينة تعز من هذا الجبل فأهانه الله سبحانه وتعالى في هذا الجبل بفضل الله سبحانه وتعالى استطاعت المقامة الشعبية تحرير مدينة الصالح كذلك تحرير جبل هان التقدم إلى المدرسة كذلك قزء كبير من الربيعي إلى حدران إلى مناطق كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى وستسمعون إن شاء الله سبحانه وتعالى كثير من الانصارات وستتحرر تعز بل ستتحرر الإقليم بفضل الله سبحانه وتعالى وسنصل إلى كل شبر يتمركز به الحوثي وسنطهر كل شبر في هذه المهورية من دنس هذا الرجل هم في مناطق بعيدة يضربون أو يقصفون المدينة من مناطق بعيدة من الستين ومن المصانع ومن مناطق بعيدة لكن لا يستطيعون الوصول إلى هنا وقد حاولوا مرارا وتكرارا الاقتحم هذا القبل لكن بفضل الله سبحانه وتعالى لن يستطيعوا فشلوا ولن يستطيعوا بإذن الله سبحانه وتعالى المناطق سيطرتكم بالضبط في هذه المناطق أين؟ قبل هان حدائق الصالح تبت التباب المحيط به بالقبل بالكامل ما الذي حدث بالأمس بالنسبة لتقدمكم أو الهجوم الحوثيين وهجومكم أيضا؟ حاول الحوثيين الهجوم على قبل هان وعززوا بتعزيزات كبيرة جدا لكنهم فشلوا وسيفشلون بإذن الله سبحانه وتعالى وبالأمس القريب حاولوا التقدم لكن فشلوا بل تقدمنا عليهم إن شاء الله أين تقدمتم؟ وأي المناطق التي تسيطرون عليها خاصة في هذه المناطق الغربية؟ أين حدودكم في المناطق الغربية بالضبط؟ حدودنا تحت قبل هان إلى منطقة المدرات إلى حدود اللواء 35 مشاه كذلك في المنطقة الغربية شكرا جزيلا القيادي في المقامة الشعبية كما نرى لا زال أيضا تتمركز ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح في مناطق بعيدة من مناطق الـ 60 والـ 50 وأيضا تستطيع تقصف بمضادة طيران على قمة هذا الجبل المكان الذي نقف فيه هو خطير ومكشوف لعدد من المواقع البعيدة التابعة لميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح هناك قصف مستمر على هذه المناطق كما قلنا هذا الجبل وهذه أطراف جبل هان الاستراتيجي تعزيزات كبيرة تصل من منطقة صنعاء من محافظة صنعاء ودمار بهدف السيطرة على هذا الجبل تستطيع ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح كما قلنا القصف باتجاه من مناطق بعيدة على هذه المناطق مشاهدين الكرام وصلنا معكم لنهاج جولتنا من منطقة جبل هان الاستراتيجي غرب مدينة تعز كنت أنا معكم في شام الجردي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته